إيه الفرق يعني في التعاملات الله بين العالم العالم اللي عايشين فيه وأولاده اللي بيتكلمهم جزء أو يعني تعبيرات جميلة استخدمها الله هنا في الجزء ده واسمح لي أقرأ الجزء ده فيه إيه الواحد وصحح ستة والله بيحكي إحنا قلنا الله هو اللي بيحكي القصة فهو عارف تفاصيلها بس يقول إيه يقول في عدد ستة إز قد صعدت على مش على الأرض على أرضي إز قد صعدت على أرضي أمة قوية بالعدد أسنانها أسنان الأسد هو هنا بتكلم عن الجرات وأي تطبيق بأنت تقدر تحط أي شيء ضغوط بتيجي علينا تكون بنفس الفكرة ولها أدراس اللبوة جعلت كرمتي أخذ بال حضرتك في الأول يقول عنها أرضي وبعد كده يقول كرمتي جعلت كرمتي خاربة وتينتي متهشمة يبقى هي أرضي هي كرمتي هي تينتي قد قشرتها وطرحتها فبيضت قطبانها الجزء ده بيورينا فكرة مهمة أوي يا أستيس نزار أنه الله مسؤول عن كل خلقته طبعا بالخلق الله هو رب الخليقة ورعيها وهو المسؤول عنها بحسب الخلق لكن هناك مسؤولية خاصة تربط الله بشعبه ودي مش إحنا حطناها عليه يعني أنا ما جيتش حطيت مسؤوليتي على الرب وقلت له رب احمل مسؤوليتي لكن الله هو اللي حمل نفسه هذي المسؤولية ودي فكرة برضه تديني رجاء وهو فكرة أنه الله وضع على عنقه مسؤولية الاهتمام بشعبه وأولاده وكنسته وليه بقى الحكاية دي طب هو ليه يعني ليه الله رابط نفسه قوي كده على فكرة هو رابط نفسه بينا وإحنا ما نشرفش قوي يعني إحنا مش اللي هو يعني إيه رفعين راسه طول الوقت إحنا بنغزله أقوات كتير إحنا بن بنتسبب أحيانا في إهانة الاسم الحسن الذي دعو عليه للأسف يعني يمكنني جل دي بعد شوية لكن في كل الأحوال الله يربط نفسه بأولاده مين أولاده بس عشان نبقى واضحين وعشان اللي بيسمعنا يكون فاهم إحنا بنتكلم عنه الله صنع عهدا من خلال المسيح بدم يسوع وكل من احتمى بالمسيح هو مشمول بهذا العهد له عهد مع الله طبعا في العهد القديم الله بيتكلم عن أرضي وكرمتي وتينتي بيتكلم عن الشعب القديم عن شعب الرب لكن الآن لما نيجي ناخد ده ونطبقه دلوقتي في ضوء العهد الكديد الله مسئول مسئولية خاصة جدا عن حك أمرين عن المؤمن لأنه دفع فيه دم المسيح واختبأ في دم المسيح في العهد مع المسيح والأمر الثاني اللي مشمول بالمسئولية دي الكنيسة جسد المسيح الله يبزل عناية خاصة إذا جاز التعبير يعطي عناية خاصة للمؤمن والكنيسة يعطي العناية دي للمؤمن لأن المؤمن بالنسبة لله هو صورة الله المستردة بعد ما تشوهت المستردة من خلال عمل المسيح على الصليم لأنه البداية كانت أنه نصنع الإنسان على صورتنا وكشبهنا بوزت الصورة بوزها الإنسان بتمرده وباستماعه لإبليس في عمل المسيح اللي بيقبل المسيح كمخلص شخصي اللي بيحتمي بدم المسيح بيتسترد الصورة دي تاني فالله لما ينظر للمؤمن يشوف صورة ابنه وده وده رجائي إن الله لما بيبص علي بيشوف يسوع ولو بيشوفنا أنا بس أنا في مشكلة أروح فين لو كل مرة الله بص علي أنا فين الكردت فين فين القبول اللي ليه اللي ممكن يكون وده ما الله ولما موت أو لو ما ييجي الرب يسوع لما أقف قدامه في الدينونة لو بص علي أنا هروح فين لكن المسيح من خلال المسيح هو هو شايف يسوع فعشان كده يشعر بالمسؤولية جاهلة ويمشي معايا سكتي وقلمي بشكل مختلف ده على مستوى المؤمن طب وعلى مستوى الكنيسة الكنيسة هي مشروع الله العظيم اللي مش هيقبل أبدا أنه يفشل لأنه تدفع فيها دم يسوع فعشان كده يعني من حقي ومن حقك ومن حق كل مؤمن أنه يرفع راسه بس عشان فكرة أنه الله مسؤول عني أنا في المسيح يعني موضع وموضوع اهتمام وغلاوة خاصة جدا الله يهتم بأولاده بشكل خاص جدا طبعا في تميز للمؤمن مش لأنه إحنا حلوين ولا فينا أي شيء يعني حسن بالعكس كله الفضل للرب يسوع لكن وصفنا أنه إحنا جنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة فميزنا ولكن بنفس الوقت أنه الله له السيادة والسلطان الكامل على كل شيء فهو يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر ويعطينا الهواء وينمي الغلات ويبارك يعني برضو فيه بركة في هذا العالم من خلال جسد المسيح اللي هو كنيستو ولاي اشتركوا في القناة